اشتركوا في القناة هذا الفيديو حصد مشاهدات كبيرة جدا وللاسف الشديد هناك من يغطر بهذه الكلمات الرنانة من نشر هذا الفيديو نشر هذا الفيديو صفحة اسرائيل تتكلم بالعربية طيب ماذا قال ابراهيم عيسى في هذا الفيديو ما هو مثلث الارهاب الاسود باختصار شديد هو الماضي انه احنا نتخلص من الماضي انه سبب كل الارهاب اللي في العالم هو اننا نحن نتذكر الماضي ونتمنى عودة هذا الماضي وهكذا يعني خلونا نشوف النقاط لن ينتهي الارهاب لن ينتهي تطرف الا عندما نتخلص من هذا المثلث الاسود خلونا نشوف بسرعة كده المثلث الاسود اهو اللي هو ايه بانه الماضي كان حلما ان الماضي كان حلما وكان ماضيا ذهبيا دي النقطة الاولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة يعني كل النقاط تتحدث حول ضرورة ترك الماضي وضرورة التعايش مع الواقع يعني تعايشوا مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين تعايشوا مع الاحتلال الصيني لتركستان الشرقية تعايشوا لا تتذكروا الماضي يا ابراهيم عيسى هل توجد امة لا تريد استرجاع الماضي يا رجل لا توجد امة تتبرأ من ماضيها الا عندما وجد امثالك انت من العلمانين والليبراليين طبعا هو ليس من امة الاسلام ولكنه يعني محسوب على المسلمين يأخذ كلام هذا الشخص على انه من المسلمين لا توجد امة تتبرأ من ماضيها الا هؤلاء الذين انتسبوا للاسلام زورا وبهتانا لا يوجد خصوصا اذا كان الواقع الحالي واقع مرير واقع ذل وهوان ونستذكر الماضي نعم نريد ان نعود الى الماضي نعم يا ابراهيم عيسى من قال لك ذلك انت الوحيد الذي تتبرأ من الماضي لماذا لانك عاوز تعيش في سكر وعربدة ومسخرة ما عندك مشكلة انك تتعايش مع الصليبي والصيوني وخصوصا قناة الحرة قناة ممولة امريكيا طيب خلونا المحور دا انا طبعا هتكلم فيه اللي هو محور اسرائيل تتكلم بالعربية اللي ناشر الفيديو صفحة اسرائيلية وهذا طبعا من السخرية يعني اكثر امة تسترجع الماضي وتحتل بلاد المسلمين بسبب الماضي وتقتل المسلمين بسبب الماضي هي اسرائيل الكيان الصيوني يا ابراهيم عيسى الذين يقتلون المسلمين ويقولون هذه الارض لنا هم الصهاينا يقولون هذه ارض اجدادنا يسترجعون الماضي لا ينسون الماضي ابدا انا مستغرب اصلا انه الصفحة تنشر هذا الفيديو لكن هؤلاء هم الذين يستذكرون الماضي وما احتلوا بلادنا الا بسبب الماضي الصينيين لما احتلوا تركستان الشرقية ماذا قالوا؟ قالوا هذه كانت ارض صينية في القديم الماضي خلي بالك الا احنا باكا مسلمين اتركوا الماضي وتعايشوا مع الواقع هذا ما يريده ابراهيم عيسى طبعا زي ما قلت اندقاط الثلاثة اهو انه لا بد من عوضة الماضي اه وكأنه الماضي با جميل وهكذا لكن اخواني الكرام صدقوني هؤلاء الذين انسلخوا من دينهم لحساب اليهود والنصارى والله هؤلاء يفضحون دون ان يشعرون يعني هم يريدون الان منا ان نتعايش مع اليهود والنصارى الذين احتلوا بلادنا في حين ان اليهود والنصارى الذين يحتلون بلاد المسلمين يستذكرون الماضي ويحتلون بلاد المسلمين بهذا الماضي يا سبحان الله لكن احنا علينا نسكت ونترك الماضي جانبا هكذا يقول يعني شوفوا اخر نقطة هذا الماضي واعادته واستعادته ولو بالعنف ولو بالقهر طيب ماذا تفعل اسرائيل الان في المسلمين في القدس ماذا تفعل الصين الان بالعنف وبالقهر بالعنف وبالقهر اما انت تسترد بلادك ازاي مرة اخرى اخوان الكرام الرد على هذا الرجل رد بسيط جدا وهو ان جميع الامم التي تحتل بلاد المسلمين الان هي تستذكر الماضي لاحتلال بلاد المسلمين وهذا يطلب مننا ان احنا نترك الماضي الذهبي فعلا ماضي ذهبي الى الحاضر المزيف حاضر الذل والقهر والاستعباد حاضر الاحتلال المباشر وغير المباشر لبلاد المسلمين البلاد اللي محتلة مباشرة وفي بلاد محتلة عن طريق الوكلاء اللي ابراهيم عيسى مؤيد لهم فهذا هو ابسط رد على ابراهيم عيسى لا يمكن لامة ان تنسى ماضيها لا يمكن اي امة تحترم نفسها تتذكر ماضيها جيدا وهذا هو سبب الصراع في جميع انحاء العالم بالمناسبة على مر التاريخ الصراع كل من اجل الماضي فاياك يا ابراهيم عيسى ان تطلب من المسلمين ان يتركوا الماضي دون ان تشير الى الصليبين او تشير الى اليهود الذين يحتلون القدس الان فاذا تكلمت بهذه الطريقة ربما ربما انا اقول ربما ليس حقيقة نقبل هذا الكلام اما انك تطالب المسلمين فقط بهذا الامر وتترك اليهود والنصارى دون ان تذكر هؤلاء بان احتلالهم للقدس بدعوى الماضي هذا ايضا يؤدي الى التطرف والارهاب فانت تضحك على الناس وتضحك على نفسه عندما لا تذكر الصين بان احتلالها لتركستان الشرقية بدعوى الماضي وان هذا هو سبب الارهاب والتطرف فانت تضحك على الناس عندما لا تذكر امريكا التي انت تخرج في قنواتها قناة الحر الممولة امريكيا عندما لا تذكر امريكا بان احتلالها لاراضي المسلمين هو بسبب الماضي فيجب عليك ان تختشع على دمك زي ما بيقولوا عندنا في مصر حسبنا الله ونعم الوكيل في امثال هؤلاء ويا اخوان الكرام لا تغطروا بهذا الكلام المنمق واحد لابس بدلة ومشاء الله تصوير رائع وكاميرات واضاءة فكروا في الكلام واسترجعوه ستعلمون ان هؤلاء يعملون لحساب اجندة معينة وليس لصالح المسلمين هؤلاء لا يريدون مصلحة المسلمين بل يريدون مصلحة الغرب يريدون مصلحة اليهود والنصارى شكرا لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اخوان الكرام شكرا لكم